وأضاف وزير خارجية سامح شكري أنه تناول مع الجانب التركي عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وشدد شكري خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة إيقاف الحرب في غزة وإيصال المساعدة الإنسانية ووجود مسار سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس مشيرا إلى أن استمرار الحرب على غزة وتهدير الفلسطينيين أمر مرفوض كما دع شكري إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس يجب أن يكون هناك بصار سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 67 وأن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية لا يمكن أن تستمر حلقات الصراع حلقات الانتقام المتبادل حلقات العنف بدون أن نصل إلى ما توافق عليه المجتمع الدولي ما تم إخراره في مقررات الشرعية الدولية من أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحفاظ على حقوق المشروعة والخروج خارج دائرة الصراع وما يأتي به من أضرار بالغة على شعوب المنطقة